السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكل المتابعين على قناتي وليد فوتوز اليوم بتكلم عن موضوع يحب الكثير من المصورين هو موضوع المشتريات وين اشتري الكاميرات او حتى الاكسسوارات الخاصة بالتصوير وشو ينصحون معظم المصورين العالميين انك تشتري من اي موقع وليش ها راح يكون اليوم موحور حديثنا ان شاء الله في هاي الحلقة هذا الموقع يعني صار لي انا معاه تقريبا ثمان سنوات اتعامل مع هالموقع اشتري بعض الاكسسوارات الموجودة للكاميرا اتعامل مع مجموعة من الناس يشتغلون في هذا الموقع او في هذه الشركة صراحة تعاملهم جدا راقي ومثل ما وضحت في بداية كلامي ان هذا الموقع مخصص في بيع كل ملحقات التصوير سواء التصوير اللي هو الفوتوغرافي او حتى الفيديو يعني اي شي تحتاج له هالاشياء راح تلقاها عندهم وضمنت هالاشياء حتى الملحقات الثانية من تلفزيونات وكمبيوترات وغيرها واكسسوارات خاصة والصراحة هو متجر كبير وبحر هذا المتجر امريكي موقعه في نيويورك اسم المتجر هو بي اند اتش فهذا معروف والرابط مثل ما انتم شايفينه الحين على الشاشة بامكانكم تدخلون وتجربون وراح لمشي فيه خطوات التصفح كيف عن طريقه وكيف يسوي فلتر وشو المزايل اللي موجودة اصلا في موقعهم اللي اقدر استفيد منها في المراحل الاولى للتصوير اللي كنت توني اتمرس على التصوير وتعلم كنت هذيش الايام احب اقتني كتب ومجلدات خاصة في التصوير وتعليم التصوير فكانت من ضمن سلسلة المجلدات اللي كانت عنديها والكتب خاصة بالمصور العالمي او الامريكي سكوت كلبي وهو معروف صراحة وله اكاديمية اونلاين بامكانك تدخل وتاخذ عندهم كرسات بشي خيالي على العموم فقدت صفح هذا الكتاب ولقيت انه فيه توصية يقول اذا تشتري القطاع اشتري من عندهم وهذا المكان مناسب وفيه اشياء انت لو تبحث عنها راح تلقاها عندهم وبالفعل كلامه امية بالامية انا ايده لاني فعلا فيه اشياء مش موجودة عندنا في السوق المحلي يعني ممكن حد يقارن يقول ليش انا ما سي السوق المحلي راح تلقى نفس الاغراض هذي لكن مشكلة كون انه التصوير بالنسبة لامريكا انت تكلم عن دولة مثل امريكا واهتماماتهم في التصوير والفيديو طبعا الشريحة كبيرة اللي يتعامل في التصوير وغيرها فلا تيتقارن في دولنا مثلا ممكن نلقى بعض القطاع ولكن في قطاع صعب تلقاها لها السبب هذا الموقع يخدمك في هاي الاشياء ويوفر لك هذا القطاع بامكانك تطلبها وتشحنها للدولة افتحنا الصفحة الرئيسية للموقع مثل ما انتم شايفين في كثير من الخيارات موجودة في قائمة من تبدأ من اليسار لغاية اخر شي عندنا شو الاشياء اللي مميزة عندهم فاهم ما يميزنا في هالموقع بتستعرضون من استعرض معاكم طريقة الموقع خلونا ننزل دايما عندك خيارين للبحث اما عن طريق السيرج تكتب اللي انت في البحث تكتب اللي تبقى تسأل عنها او الكاميرا او نوعها او انك تروح على خطوات معينة مثلا تدخل على التصوير ومثلما الكاميرات او العدسات او ما شابه تختار من القائمة كمبيوتر او غيره فاذا حبيت تاخذ من الاختيار في القائمة الرئيسية اللي موجودة على الشريط الاخضر او حتى ننزل في القائمة اللي موجودة عندنا تحت ممكن نضغط على وحدة من الخيارات من ضمن الاشياء هم عندهم عروض دائما فيها تخفيضات شوفوا مثلا في بعض العروض تلقى عليها تخفيضات 30% 44% هذا مثلا التخفيض عليها 650% يعني شيء مبسيط انك تحصل تخفيضات بهالطريقة لكن هاي كلها موجودة بامكانك تستفيد منها وبعض العروض اللي موجودة عندهم بامكانك تاخذ من عندهم بالاضافة لانكم في القائمة هني تحت عندنا في اشياء في اخبار في كذلك بعض المعلومات فيديوهات تشرح لك كيف تستخدم بعض الاجزاء من الكاميرات او شو الفايدة من هاي الكاميرات كل شيء موجود ومرتب الصراحة وعندهم قائمة جميلة فلنفرض دخلنا على التصوير او كاميرات راح تطلع لنا القائمة مرة ثاني هني روح نركز على الكاميرات انا باشوفها حين لي كاميرا ديجيتل بدخل على الكاميرات شوفوا القائمة كيف يبدأ في موقع عمبة تلاقون عندهم قائمة طويلة بالكاميرات سواء بغاية DSLR او mirrorless او point shoot والmedium format كل شيء موجود عندهم واذا مو بعارف هاي الاشياء بامكانك تشوف الصور هني توضح لك شو يقصدون من هذه الاشياء لاحظني عندنا تبدأ العروض عندهم مثلا يحطولك البستيلز يعني اللي تعتبر الاكثر مبيعا عندهم في الموقع وهذه الكاميرا تعتبر عندهم اللي هي الكنون تعتبر اكثر مبيعا عندهم يعني افرحوا يا مستخدمين الكنون من ثم تنزل تشوف الكاميرات اللي يوصون عليها بالتسلسل طبعا هذا اذا حبيت تمشي بالتسلسل اللي موجود ولكن ان حبيت تختار نوع من الموديلات في القائمة اللي عليه صار هذي راح تشوف انه الفلتر اللي بامكانك تحدد شو تبه بالضبط من الكاميرات او حتى اذا هي موجودة في الاسواق او شي جديد نازل وشو تقييم حتى اذا بغيت تقييم الناس اللي اشترت القطاع هذي تشوف كيف تقييمهم لها اذا عندك سعر معين وانت تبه تمشي على السعر البيع المعين فعندك هنا مثلا تحط من و الى وتسوي بحث وراح يعطيك الاسعار المحددة او ما بين الارقام او المبالغ اللي حددتها اني انواع السنسر يعني المستاشر اللي في الكاميرا تبه الانواع ممكن تقراهنية هذا حق الناس اللي عندهم تفاصيل طبعا وهذا بالميجابيكسل والفيديو ريزولوشن الحلو كذلك في الموقع بامكانك سين مقارنة ما بين كاميرا و كاميرا يعني تاخذ هاي الكاميرا وتقول ابا قارنها مع الكاميرا الثاني شوفها حين راح يعملك مقارنة بين الكاميرتين يعرض لك قائمة وانت تشوف شو الانسب لك يعني من حيث الاسعار من حيث المواصفات راح تشوفها حين بعد شو بتنزلك في الدونلود كل شي موجود يوضح لك شو اللي انت تختاره هذا تروم تطبعه وتتركه عندك اذا حبيت تتعرف عليه او حتى تزيد اكثر من كاميرات تقدر تحط يعني اكثر من كاميرا وتشوف المقارنات بينهن يعني فهاي من الاشياء الحلوة في الموقع واللي انا صراحة دائما اقول افضل اني اشتري من عندهم لانه في بعض القطع صراحة مش موجودة بالاضافة لانه في اسعار لقطع موجودة يمكن تعتبر سعر فرق بين الدولة و عندنا هني و مبين عندهم في امريكا يعني فالنفرض يوم انا بغيت اشتري كاميرا كانت قيمتها هني عندنا عند الوكيل اللي موجود عندنا في الدولة سبعة عشر الف درهم ولكن كان على موقعهم في البي اند اتش اربعة عشر الف درهم ليش وهذا ما اعرف ولكن انا شفت المقارنة صراحة وين اخذ بفضل اني اخذ من امريكا افضل لي انا من حيث السعر و من حيث ان نفس المواصفات و نفس الاشياء بحصلها والضمان انترنشنال يعني تقريبا هذي كل المعلومات اللي عندي احب ان افيدها لمتابعيني في القناة و اقولكم ترى هذا الموقع جيد في بعض الاحيان نحصل اسعار عندنا في الدولة اذا بتاخذها افضل من اسعارهم هم من حيث ان ما عندك انت بعض الشحن او مبلغ ضريبة معينة فبتلقى في فرق فانا ما اقولك او يكون فرق بسيط فما يحتاج تشتري من الموقع فانا افضل تشتريه عند شخص انت تعاملت معه ولكن في بعض الاشياء الصراحة في قطع مش موجودة راح تبحث تبحث ما بتحصل عنها فهذا الموقع يوفر لك هاي الاشياء فلها السبب انا انصح بعض الاشياء ابحث وقارن قبل لا تشتري من الموقع نفسه موقع اللي هو بي اند اتش بإمكانك تشوف السوق عندك اذا شفت شي ناسب خذ اذا ما شفت شي ناسب بإمكانك تشوف البي اند اتش وتشتري من عندهم هذا اخر شي عندي عن الموقع واتمنى ان الموضوع كان مفيد لكم واذا عجبتكم من القناة لا تنسون اللايك والمتابعة وانشر القناة وشوفكم على خير ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى